بسم الله الرحمن الرحيم وعضلة القلب أو المشاكل الخاصة بالأوعية الدموية عموما وأول نصيحة وأهمها هي الابتعاد تماما والإقلاع تماما عن التدخين طبعا احنا عارفين أن السادة المدخلين ما بيش يعرفوا ويوقفوا التدخين فجأة ما حدش بيوقف التدخين أكيد فجأة ولكن بالراحة وتدريجية بيقدر إن شاء الله نمتنع تماما عن التدخين طبعا بفيه نصايح معينة زي أن احنا بنشيل الطفات من البيت بنبعد عن أي حد جنبنا بيدخن وفيه بيبقى اللبان معين بيتاخد بيساعدنا في الإقلاع عن التدخين فيه أطباء متخصصين في قصة الإقلاع عن التدخين ممكن نرجع لهم ويساعدون إن شاء الله في هذه القصة تاني نقطة هي أن احنا بنقلل وزننا لغاية ما كتلة الجسم تبقى من 20 إلى 25 كتلة الجسم دي بتتحسب بمعادلة بسيطة إن احنا بنقسم الوزن على مربع طول يطلع لنا رقم لو الرقم ده من 20 إلى 25 يباحنا في أمان إذا الرقم أكتر من كده هنحتاج إن احنا نمارس رياضة ونتبع نظام غذائي علشان واحدة إن شاء الله وزننا يقل ونوصل للوزن المزبوط النقطة الثالثة هي طريقة الأكل وبتوصي الجمعية الأوروبية لأمراض القلب إن يبقى نسبة الدهون في الأكل ما تتعداش العشرة في المية مع التقليل من نسبة النشويات الرز والعيش والمكارونا وإن يكون فيه دايما الاتزام بالخضار والفاكهة ودي تحمل الحاجات المهمة جدا على الأقل في اليوم 200 جرام فاكهة طازة و200 جرام خضار طازة وما فيش مشكلة من المكسرات ما تزيدش عن 45 جرام والملح في الأكل يكون برضو قليلة اليدوب بيدي طعم الأكل لكن ما نزودش فيه الملح لو عندنا ميزان المطبخ هنقيس وزن الملح يوميا ما يتعداش الخمسة جرام نيجي بعد كده لممارسة الرياضة وبتوصي الجمعية الأوروبية إن إحنا يبقى فيه ممارسة منتظمة معتدلة للرياضة ومعنى إحنا مش إجهات بزيادة ولكن يبقى كل يوم أو على الأقل لخمسة يام في الأسبوع ومارسة رياضة على الأقل لنصف ساعة وبينصحه بأحسن رياضات اللي هي المشي السريع أو السباحة أهم حاجة فيها بيكون الانتظام إن إحنا هنمارسها يوميا أو على الأقل لخمسة يام في الأسبوع ويتبقى على الأقل لنصف ساعة يوميا لما نتبع نظام الغذاء مع ممارسة الرياضة هنقدر نقلل وزننا ويبقى كتلة الجسم من 20 إلى 25 النقطة اللي بعد كده هي ضغط الدم لازم يبقى ضغط الدم منها مظبوط علشان نقلل نسبة أمراض القلب لأنه زي ما حاركوا عارفين الضغط العالي بيجرح في الشرايين تجيب ويجرح في الشرايين القلب ويبتدي يتتعرض الشرايين للتصلب وبعد كده يحصل بعد الشر دي طب الضغط المفروض يبقى كام الجمال الأوروبية في آخر توصياتها السنة اللي فاتت بتوصي إن الضغط الدم يكون أقل من 130 على 80 ويمكن حتى ينزل أرقام زي 120 على 70 مش أقل من كده لما ننبقى ضغطنا أقل 138 يبقى إن شاء الله بعيد جدا عن يحصل المشاكل وطبعا إن إحنا بنوصل للضغط ده بالرجوع الاستشاري أمراض القلب بيزبط لنا أدوية الضغط مع تقليل نسبة الملح في الأكل هنقدر نوصل إن شاء الله للضغط المثالي عندنا طبعا المرضى ربنا دي مصصحة الكبار شوية في السن يعني المعدة 8 سنة بننصح إن الضغط يكون أعلى من كده شوية يعني لحد 150 تمانين ولكن لو إحنا سننا أقل من كده يبقى لازم ننزل لل130 على 80 النصيحة البعد كده هي تصبيت السكر وبنعتمد في تصبيت السكر على إياس نسبة الهيموجلوبين السكري لتحليل بيتعمل في أي معمل اسمه الهيموجلوبين السكري وبيدلل لنا قد إيه السكر كان متضبط عندنا في آخر ثلاث شهور طب بالمفروض الرقم يبقى كامل والمفروض الرقم يكون حوالي سبعة لو لقينا الرقم عندنا بالنسبة للمرضى السكر أكتر من سبعة يجب لازم نرجع لإستشارية أمراض السكر والغودة الدراقية علشان نقدر نزبط سكرنا ونقدر نمشي على علاج المزبوط علشان يبقى هيموجلوبين السكري في حدود السبعة آخر توصية بالنسبة لجمعات الأوروبية للوقاية من أمراض القلب هي تصبيت الدهون في الدم بنعتمد على رقم الدهون الضرة اللي هو الLDL اللي هي نسبة الدهون اللي هي منخفضة الوزن الLDL اللي هي الدهون الضرة طب الرقم لازم يبقى كامل قال لي والله لو المريض مش بيعاني من أي أمراض وصني صغير لازم يكون أقل من 115 ولكن لنسبة للمرضى السكر أو اللي أصلا عنده مشاكل في القلب لازم يكون الرقم على أقل 70 طب بنوصل لرقم ده ازاي طبعا بالالتزام بالأدوية حسب ما الدكتور بيقول لنا أدوية اللي بتقل نسبة الكوليسترول في الدم اللي اسمها ستاتنز وطبعا تقليل نسبة الدهون ونسبة النشويات في الأكل لو إن شاء الله تابعنا السبع نصايح دول نقدر لنبدأ إن شاء الله بوعات جدا على أمراض القلب ما نضطرش نروح لتكاترة ونضطرش إن إحنا نخش في مضاعفات القلب وإحنا في غنى عنها إن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة للجميع وألف السلام عليكم وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة